بعد أشهر من الترقب اختار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تاريخ الفاتح من نوفمبر موعداً للاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور قرار رئيس تبون جاء بعد لقاء جمعه مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي المبرمجة وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن محمد شرفي قدم عرضاً لرئيس الجمهورية حول الاستعدادات الجارية تحضيراً للاستحقاقات الانتخابية المبرمجة في الفاتح من شهر نوفمبر بدءاً بالاستفتاء على تعديل مسودة الدستور المحدد على ظوء المشاورات التي أجرها رئيس تبون مع الجهات المعنية بهذا الحدث المهم للجزائريين تشرفت بلقاء سيد رئيس الجمهورية وذلك في إطار الاستعدادات للاستفتاح الشعبي حول مشروع تعديل الدستور وقدمت له عرض حول جاهزية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأخذ بجدية وفي الوقت المناسب مسودة مشروع تعديل الدستور التي ضمت نحو عشرين تعديلاً جذرياً وكشفت عنها رئاسة الجمهورية قبل أربعة أشهر من الآن تشير على قوة التعديلات المقترحة بعد أن باركتها قوى سياسية ومدنية كما جاءت أيضاً بعد الحراك الشعبي هذا الاستفتاء يعد الثالث في الجزائر بعد استفتاء دستوري تسعة وثمانين وستة وتسعين كما يعتبر أحجر الأساس الأول في ورشة الإصلاح السياسي للرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد به منذ اعتلائه سدة الحكمة تحديد تاريخ الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع تاريخ الذكرى العظيمة السادس والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة التي مكنت من استرجاع السيادة ليبقى الأمل في تحقيق وثبة في تعميق الممارسة الديمقراطية في الجزائر الجديدة